مع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل وقيم الأخيرة بالشن مئات الغارات على الجنوب اللبناني تصلت الأضواء على ترسانة أسلحة حزب الله ومدى قدرتها على تخطي أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية كما نتابع يمتلك حزب الله ترسانة واسعة من الصواريخ تقدر بالألاف يتقدمها طبعا صواريخ كاتيوشا التي يبلغ مداها من 4 إلى 40 كم وصواريخ فلق واحد بمدى 10 إلى 11 كم وغالبا يستخدم الحزب صواريخ كاتيوشا وفلق واحد لقصف القرى الحدودية شمال إسرائيل القرى القريبة كما يمتلك حزب الله صاروخ فجر خمسة يصل مداه لنحو 75 كم وخيبر واحد ويصل مداه لنحو 100 كم إضافة إلى صواريخ زلزال التي ذكرتها أستاذ رياض يتراوح مداها ما بين 125 و160 كم وصاروخ فتح 110 ويتراوح مداها ما بين 250 كم إلى غاية 300 كم وبإضافة طبعا إلى صواريخ سكود بي سي دي التي يبلغ مداها من 300 إلى 500 كم ويمتلك حزب الله أيضا صواريخ فادي واحد وفادي اثنين ونتستخدمها الحزب كما شهدنا قبل يومين في قصف شمال حيفا تحديدا يتراوح مدا هذه الصواريخ ما بين 105 إلى 80 كم قبل ذلك كشف حزب الله نهاية العام الماضي عن صاروخ بركان الذي يصل مداه لنحو 10 كم وكما تحديدا موسيقى اشتركوا في القناة